وفي آخر تحيين لها بخصوص عدد الإصابات بفيروس كورونا أعلنت الإدارة الجهوية للصحابي بن عروس اليوم أن عدد الإصابات بالجهة وصل إلى 66 حالة بعد تسجيل أربعة إصابات جديدة وبحسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحابي بن عروس الطيب شلوف فإن الإصابات الجديدة المسجلة هي حالات محسوبة على ولاية بن عروس باعتبار أن الأشخاص المعنيين بها من أصيلية الجهة ولكن العينات المرفوعة أخذت منهم في أماكن أخرى خارج الولاية ولم يثبت أنهم تواصلوا مع أحد من المقيمين فعليا في بن عروس